نجتمع اليوم لنحتفل والأمة الإسلامية بذكرى ميلاد خاتم الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليه هذا اليوم المبارك الذي أذن الله تعالى فيه لشمس الهداية النبوية أن تشرف على الدنيا بمولده صلى الله عليه وسلم ويطيب لي في هذه المناسبة العطرة أن أتوجه بالتهنئة لشعب مصر الكريم ولكافة الشعوب العربية والإسلامية سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على الشعب المصري وعلى الأمتين العربية والإسلامية وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات